أعلن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار المستقبل لبناني سعد الحريري تعليق عمله في الحياة السياسية وعدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة داعيا عائلته إلى أن تحذو حذوه مبررا قراره بعدم وجود مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطنية فرح من أبرز ما قاله الحريري أمس الأثنين إن منع الحرب الأهلية فرض علي تسويات جاءت على حسابي وكادت سبب خسارتي لثروة الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الأخوة لمعرفة ردود الفعل على انسحاب الحريري من الحياة السياسية وكيف يبدو المشهد اللبناني بعد قراره ينضم إلينا من بيروت مراسل تلفزيون العربي محمد شبارو صباح الخير محمد صباح النور فرح صباح النور القرار لم يكن مفاجئا فقد سبقته تلميحات من المقربين من الرئيس الحريري لكن ماذا اليوم عن ردود الفعل السياسية والشعبية خاصة وأن العاصمة بيروت شهدت مساء أمس تحركات لمناصري الحريري وقطع لبعض الطرقات هل زوتنا بمزيد من التفاصيل عن صباح اليوم فرح فعليا على عكس الليلة الباضية يبدو اليوم صباح العاصمة بيروت هادئ ليلة أمس شهدنا تحركات عفوية لبعض أنصار طيار المستقبل ومؤيدو الرئيس الحريري في شوارع العاصمة حيث عامدوا إلى قطع بعض الطرقات بحويات النفايات وأشعلوا الإطارات المطاطية في الطرقات في تحرك احتجاجي على قرار الرئيس الحريري في الساحة السياسية يمكن القول فرح أن هناك صدمة سياسية على الرغم من أن هذا القرار كان قبل أيام وتحديدا منذ عودة سعد الحريري إلى العاصمة بيروت من الإمارات العربية المتحدة كان يتردد بأن الرئيس الحريري سيتخذ هذا القرار ولكن فعليا الصدمة التي أحدث هذا القرار في الساحة اللبنانية مرتبط أولا بخلفيات قرار سعد الحريري وإن كانت فعليا كما ذكر مرتبطة بالنفوذ الإيراني وأيضا بالواقع السياسي الداخلي اللبناني بطبيعة الحال هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح في الساحة السياسية اللبنانية عن خلفيات هذا القرار وأيضا حالة القلق مرتبطة بالمرحلة المقبلة في لبنان على أكثر من شق سعد الحريري تحدث بالأمس عن السلم الأهلي وبأنه كان ضمانا للسلم الأهلي فعليا في العام 2013 يومها أعلن سعد الحريري من لاهاي بالتزامن مع انطلاق أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يومها فصل المصار السياسي عن مصار أعمال هذه المحكمة وبدأ صفحة جديدة مع حزب الله في لبنان عنوانها بسياسة ربط نزاع مع حزب الله حماية لما اسمها السلم الأهلي وهنا مكمن السؤال بعد تنحي سعد الحريري ما مصير السلم الأهلي الداخلي في لبنان ومن سيمثل شارع تيار المستقبل تحديدا سياسيا محمد قبل طرح هذه الأسئلة لنعود إلى الآن هذه الفترة التي نعيشها لبنان مقبل على انتخابات بعد أشهر طويلة هل هذا العزوف عن الحياة السياسية والترشح للانتخابات سيربك المشهد الانتخابي وبالتالي هل سيزيد من تأزم الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا هندي فعليا قرار الرئيس سعد الحريري بالأمس لدى بعض الأوساط السياسية يعرض فعليا هندي العملية الانتخابية برمتها للخطر ومرد هذا الخطر هندي تحديدا في لبنان كل طرف سياسي يمثل طائفة وعندما يتنحى أي طرف سياسي فهذا يعني تعريض أي عملية سياسية لاهتزاز على أسعيد المثاقية الوطنية في مقدمة الدستور يقول لا سلطة في لبنان تناقض ميثاق العيش المشترك وهذه اعتمدت على مراحل في عمليات تشكيلات الحكومات وأيضا يمكن أن تطبق في الانتخابات اللبنانية خصوصا أن الحديث يدور عن احتمال أيضا رؤساء الحكومات السابقين أن يأخذوا موقفا مشابها لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري وبالتالي نكون أمام مقاطعة ليس فقط طيار المستقبل الذي يعتبر أكبر طيار يمثل الطائفة السنية بل أمام مقاطعة أغلب القيادات السنية الرئيسية لهذا الانتخابات وهو الأمر الذي فعليا يعرض ميثاقية الانتخابات النيابية للخطر وأيضا عملية حصول الانتخابات تكون عندها في خطر هذا بطبيعة الحال سيكون بطبيعة الحال ارتدادات كبيرة على مجمل المشهد الاقتصادي الانتخابات النيابية هي أحد شروط المجتمع الدولي لتقديم المساعدات للبنان ووردت مرارا على لسان التصريحات المسؤولين الدوليين مراسل العربي الجديد كنت معنا مباشرة من بيروت محمد بشبارو شكرا جزيلا